موسيقى السلام عليكم كيف دائرين لبس عليكم هانيين اليوم سوف ترى معي غرطان البطاطا بلصوص الشيفلور و القشدة الطارية مرفوق بالحوت في الفران دعوكم معي استعملت 3 بطاطات كبار قطعتهم و سلقتهم في شوية الماء و الملحة و كذلك نتل الشيفلور سلقتهم في شوية الماء و الملحة نصف حبة الشيفلور مسلقة في الماء نضع البطاطا على جنب ويقوم بتسجيل المواكسر سنضرب الشيفلور مع الماء و الملحة و وبعد أن نضربعهم سنضع القشدة ونكبهم عبر البطاطا فالما ترون معي سوف نكبه بالمال الذي سلقته فيه ثم نضيف القشدة الطريق و نضيف مطحن ثم 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 نضيف مطحن احتاجت ملحة كبيرة مقصومة على جوج ونقية مليحة والبزار مليحة السودانية مليحة الزعتر الفرماج الزيت والصوص اللي اغطيت بها البطاطة النيت سوف نغطي بها في الحوت اجيبوا الصحم سوف تكبوا فيه الزيت سوف تخلطوا مع التوابل سوف تضعوا فيها السامح الزعتر سوف تستعملوا من نصف المصر ya سوف تركيا سوف نقوم بلصوص و لا تكترون بكثير سوف نزيد فوق منها قطع الجبن سوف نكمل الكمية الزعتر سوف ندخل الفران من فوق و من تحت حيث الحوت لا يطيب و إذا كان الفران الضوء سوف ندخل على درجة حرارة 180 و أعينكم ميزانكم سوف نبقى حظين و حتى يطيب و من بعد ما تطعبوا لي الأطباق سوف نرى الحوت كيف يحمر الفرماج الذي ندخل منه في مدينة و البطاطا سوف نقدمها دعبة موسيقى موسيقى إذا أعجبكم هذا الفيديو وما تنسوني شمالي لايك ديالكم ونطلقوه في فيديو شيء إن شاء الله موسيقى موسيقى